موسيقى لماذا كانت ثورة 30 يوني ملازمة؟ نظام حق يتنافق كثيراً مع القيم المصرية، الدولة المصرية الحديثة أمور كثيرة تخص الهوية الوطنية المصرية قلت إنه 30 يوني هو يوم من الأيام 30 يوني كان هناك إجماع شعبي لا يقدر عليه إلا الله تمرد جونة مكتبه هم شعروا إنه هم محتاجين بطاقة قانونية إحنا قلنا إنه هذي الملايين وقعت لنا وإنتوا بتشكلهم فالفايصل بيننا يوم 30 يونيو من الناس تنسي الفنان موقع لو ما حصلش إن الوزير ده تشال حيحصل ما لا يحمد أفلاه وحيبقى فيه قرار كل حيث إحنا موجودين هنا اليوم 30 يونيو عندما تحين اللحظة التي حددها الشعب المصري في 30 يونيو للفروب لكي يسقط النظام سنكون في أول سنة أعلنت إنه مفيش إغلاق لأي قناة أي قناة فضائية لأي تغلق ورغم إنه دي كانت الخطة الإخوانية اللحصل في 30 يونيو إنه في حالة رعب إن البلد تتخطف منه المواجهة الفكرية اللي هو كان عملها هل عرضته للتحديدات نعم نفيدا ومجدتها نحوذ التخطير ليه جمبركات فهو الذي أفشل خطة تنزيم السنة جولة الوطنية المصرية لما تمثل من تنوع لازم تكون حاضرة ما حصلتش مواجهات في حزة الإتاة أنا استقبت من أول يوم وكان فيه ضغوط شديدة نحن نرجع إزاي شفت دور الجيش في هذه الثورة؟ لا تقوم الثورة ولا تنجح إلا إذا وقفت مؤسسة من مؤسسات الدولة إلى جوار السائرين شعب المصري 90% مع الرئيس عفتاح السيسي ورجعنا مع حضراتكم وضفنا الأستاذ الدكتور محمد ألباز الشاهد الشاهد الموسم الأول الشهادة على سوء الشهادة على الشهود 30 يونيو ثم الشهادة على العنف وإرهاب الجماعة الإرهابية ثم الشهود على حرب أكتوبر والآن الشهادة على التجربة المصرية كيف أتت الفكرة؟ وكيف تطورت؟ الله أقول حضرتك أنا مشغول طول وقت بالذكرة الوطنية طول وقت وبعدين عندي موقف أنه يعني في وإحنا صغيرين شوية يعني لما قريت الفترة بتاعت عبد الناصر حصلت لي شوشرة لأنه لقيت الرواية المتاحة أكتر هي رواية الإخوان فقريت الأول عن عبد الناصر في كتب الإخوان لأنها كانت متاحة ترخيصة وكانت بتوصل للناس بشكل كبير موابة جوهنم بقى مش عارفة التحزين نتعت أهو أحمد رائف وزينة بالغزالي وجاب الرزق يعني كل الحاجات كلنا قرينا الكلام ده الأول لما جيت بعد شوية بقى قريت الرواية من الناحية الأخرى حصل عندي شوية ارتباك طبيعي جدا هو مين الصح ومين اللي على حق يمكن شوية أنه ده من قدر الله يعني أنه لم أختبر أبدا بأنه أنا كنت في يوم أو في لحظة من حياتي شايف الإخوان أنه هم حاجة كويسة ولا أعجبت بيهم ولا انجذبت بيهم ولا تأثرت بأفكارهم يعني شوفي بصي أنا بيعتبر ده قدر الله اللي هو يعني مثلا فكرة إيه إنه ممكن يبقى ناس تبقى إيه شافت الإخوان شوية عصي شايفهم كويس شوية على الإطلاق كنت متحصن من وتحصين بقى يا ربنا اللي عمله يعني يعني